من اثنين للجمعة من السبعة للعشرين تعصباح مع فتحية حورادي وسوفيان بن فرحات على راديو ماد على راديو ماد تراين تاين مرحبا بيكم مهلا وسهلا من جديد مستمعين وينما كنتوا تبعو فينا على موجات راديو مادة 19 دقيقة في ساعتنا الثالثة والأخيرة لليومة أكيد مع صدور مرسوم المضاربة والاحتكار بالرائد الرسمي ينطلق العمل بهذا المرسوم في تطبيق كل العقوبات الجارية فيما يتعلق بالإقافات والحجوزات في المخالفات اللي صارت فيما يتعلق بالمتاجرة بالمواد المدعمة وفيما يتعلق بكل قضايا المضاربة والاحتكار في سيدي بوزيد يبدو أنه من بين الأشخاص الذين سيتم الحكم عليهم بالمرسوم الجديد وضعية في سيدي بوزيد إقاف صاحب فضاء تجاري كبير ومعروف والتهمة بطبيعة متعلقة بالمضاربة والاحتكار سوف نأخذ تفاصيل أكثر مع ناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد سيجابر الغنيمي مرحبا بك سيجابر أهلا وسهلا صباح الفل صباح اليسامين تحياتي لكم وجميع المستمعين شكرا لك سيجابر يعطيك الصحة كما قلنا إيقاف هذية وقتاش اللي صار الساعة لهذا الشخص وبطبيعة كيفاش باش يتم انطلاق تطبيق المرسوم هذية الجديد واشنوما القضايا اللي باش احنا خلنا نعطيه تفاصيل الساعة القضية هذية ومبعد مسالش باش ناخذوا استشارة قانونية من عندك أنه هما القضايا اللي بطبيعة وإلا الإيقافات وإلا الحجوزات لبش ينطلق تطبيق القانون متاع مرسوم وتطبيق القوانين ولا العقوبات خلينا نقوله متاع المرسوم متاع المضاربة والاحتكار بالنسبة للوضعية هذية شنو جديد فيه سيجابر تصمع فينا؟ سيجابر تسمع فينا نسمع فيك سيجابر إذا كان مكش تسمع فينا حاول بدل البلاسة باش نجم نسمع فيك سيجابر نسمع فيك بمسالش احاودوا اتصلوا بيه ويحاول يبدل البلاسة باش نجموا نتحصلوا على الصوت متاعه كما قلنا المرسوم متاع المضاربة والاحتكار بعد صدوره بالرائد الرسمي شنطلق تنفيذ العقوبات الموجودة في هذا المرسوم وش نفهم من وقتاش انهما القضايا وإلا الإيقافات اللي بش ينطلق تطبيق القوانين الموجودة في المرسوم هذي لانه عمليات الإيقاف صارت منذ مدة هل الناس اللي تم إيقافهم منذ معناها أسابيع التالي وإلا الحجوزات اللي صارت بش يتطبق عليهم مرسوم هذي وإلا ليه ولا فقط بش يتطبق على الناس اللي تم إيقافهم وإلا الحجوزات اللي صارت انطلاقا من صدور ولا بداية من صدور تاريخ صدور المرسوم هذي خنفهم بطبيعة قانونيا كيفاش بش تصير العملية ونخذوا فكرة على الإيقاف اللي صار مؤخرا في سيدي بوزيد اللي صاحب ولا مدير فضاء تجاري معروف وكبير وشنو اللي موجود في تفاصيل هذه الواقعة مع الإشارة أنه صارت بعض الأحكام فيما يتعلق بقوانين وإلا وضعيات أخرى عشناها سوفيان مثلا فيما يتعلق بالمسؤول وإلى رئيس الغرفة النقبية لأصحاب المخابز العصرية في ولاية أريانا اللي تم إيقافه منذ مدة يبدو أنه صار الحكم ثلاثة شهور وعشرة ملايين خطية في حقه لأنه بناء على اعترافه هذية ما أكدته بطبيعة نيابة العمومية في أريانا أنه صار اعتراف في القضية هذية في إطار الاعتراف هذية والقضية بالقوانين القديمة ثلاثة أشهر سجن مع خطية مالية في التجاوزات اللي صارت هو روصم مبدأ في القانون وهو التطبيق الفوري للقوانين الجديدة وعدم رجعية القانون القوانين الجديدة ما تكون عندها تتعملها في أشياء الطبقة قبلها كان لي صالح المظنون فيها والمشتباه فيها أو المتهمة لنك المبدأ هو زوج التطبيق للقانون ولكن كذلك عدم رجعية القوانين الأفعال المختلفة باقتضاء قانون قديمة تحكمها باقتضاء قانون جديدة هذية أبش نزيد وإحنا ناخذوا كما قلنا استشارة أوسع مع ناطق رسمي باسم المحكمة الابتدائية في سيدي بوزيد جبر لغنيمي وبش نحكيه على تفاصيل الإيقاف الأخير لصاحب فضا تجاري معروف سي جبر مرحبا من جديد مهلا وسهلا سي جبر تسمع فينا بالجديد؟ سما أشكالية سما أشكالية سي جبر إذا كان ما تسمعش فينا حاول بدل البلاصة لأنه الأشكال الكل في الغزو من عرش على خط مع زملائنا قاعدين يسمعوا فيه بالجديد وقاعد الصوت يتعدى بالجديد ولكن كيوصل معنا ولا يخذوا ديراكت معه يشوفوا كان سما خط إلكتري نشوف عاود سمايا ميسيرش يتصل به ناخذوا الإضاحات وناخذوا لأنه العباد تتسائلوا بعد صدور المرسوم هذية سوفيان والعقوبات الكبيرة والخطيرة اللي فيه أكيد العباد تحب تعرف كيفاش بش يتم تطبيق هذي القانون شكونوا بش يطبق عليهم القانون من وقتاش هل الناس اللي تم إيقافهم منذ مدة معنيين بهذا المرسوم وإلى لا حكينا احنا قتلك منذ قليل على فيما يتعلق بالوضعية متاع اريانا اللي هو تحكم بقانون القديم ثلاثة شهور في أقصى تقدير وخطية المالية خطية المالية الهناها عشر ملايين كيبا قلنا معنا التهم لما تواجه تواجه انتلاقي من القوانين النافذة القوانين قبل كانت في أول استقلام يتطبق أربع ياب من بعد تدروا من بعد ولا نهاتوا يتطبقي ميديا تماما معناها القانون كي يخرج في الرائز الرسمي مفروض ان انسان نونيسانسين وللالوا معناها اي انسان عنده حادة التكبها بعد تصدر القانون يعاقب انتلاق من القانون مدام يخرج في الرائز الرسم يقولك في بالك به القاضي معناها لا يرجع الزاهل وبجاهل القانون لكن كذلك لجعية القوانين لا متنجمش يتعمل قانون جديد وتجي يتطبق على أشياء سابقة انسان دفعته في التفياء ولا في الفيسك حاجة معينة عام ٢٠١١٢٢٢٢٠ بدلت اليوم عام ٢٠٢٢٣ مثال متنجمش تقولوا لا ايجي عام ٢٠١١١ نعملو لك هذك الا اذا كان تكون لي صالحه دونك اللي نفهمه انا وانو اذا كان وجهة التهم من العباد انتي لاقا من الفصوص لحالة القديمة تتطبق هذي كعمال اين اللي يتشد ولا اللي يشده مخالف او جنحة او جناية اخاتل سما اشكال ذلك مخالفات وجنح وجناية انتي والحاجة اللي اتكبها يتطبق عليه نص القانون الحادي اللي موجود ولي هو قانون يسمى نافذ معنى اللواء بوزيتيف القانون لما يزلل فلاد الرسمي يولي اميديتما نافذ وبالتالي يتطبق على العباد تقول لي انتي واحد وقفوه طوى خمسة شنو ولا شهر شنو انتبقوا عليه انتي والاحالة اللي توجهت له معنى التهمة التي لانه ثم مرحلة هو مضنون فيه او مشتبه فيه وثم مرحلة يولي يوجه له الاتهام يولي معنى هنانكو البي ساميه بالفرنسوية اللغة العربية دي ما يقوله متهم لتوجهه في وصول الاحالة والاتهام انتي لقى من نصوص قانونية معينة وبينسويل القاضي ياخذ بعين الاعتبار كل حالة وحالتها يعني انسان يكون عن حص النية او مش كما انسان يكون عن سوء نية ولا انسان عمل تقول انتي سوء تصرف مش كما انسان عمل فساد مباشرة ولو انه سوء التصرف في الموفيزيسيون تسخل تحت قائلة هذا مثال السيد اللي وقفه في سيدي بوزيد بشي تبقى له قانون جديد لان هو وقفه نهار بعد تصدر القانون الجديد وكهو بعد القاضي كيف بشي كيف المسألة على خاطر القاو معناها كميات خزنة في بلاسة لم يعلم عنها وما تبعدش للناس وهي مش معدة للنظاف هي معدة البلاسة هذيك القاضي كيف بشي كيف هذيك سمى جانب قصدي ما سميش سمى ظروف تخفيف سمى ظروف تجديد سمى هذيك حاجة اخرى ديما أوكا باكا معناها القاضي خاصة في الجزائي عنده قوانين وعنده اقتناع الوجدان بتاعه وعنده ابحاث يقوم بها البحث الابتدائي وحتى قاضي التحقيقي نجوم يتحول على معناها المكان الاقتلاف المخالفة او الجنحة او الجريمة ويعين اشياء وتدخل في عين الاعتبار في تكييف القضية دونك اليوم انا مرا وانه اللي توقفوا جدد الكل بيش تبق عليهم القانون الجديد هذي هو المبدأ اللي يمشيوا به هاتوا نزيدون نحكيوا اكثر كما قلنا مع سي جيبر سي جيبر مرحبه سهلا وسهلا صباح الفل صباح اليسامين تحياتي لكم صوت واضح رحبه توه صوت واضح بيه يا بيت خيبيا ان شاء الله معاوتشي قصبارك سي جيبر هو تتمثل في انه اثناء تفتيش محل اثناء 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 كبير معروف موجود في سيدي بوزيد تم تفطن الى انه تم كميات كبيرة من المواد المدعمة مثلا في السميد والفارين والسكر والارز مخفية بمجمع صحي تابع للفضار مذكور دون ان يتم العرض هذه الكميات للعموم تم مراجعة النياب العومية التي اذنت بتحرير محظر في الغرض موضوع الاحتكار والمضاربة والاخلال بسرطيب الدعم وحجز الكميات المذكورة والاحتفاظ بمدير الفضاء التجاري وطيق حالة المحظر على النياب العومية في حالة الحال التي تتخذ في شأن الاجرات القانونية اللازمة بربي في وضعيات كيف من هك سيجابر يقول لك ياخي مش من حقه معناه أي فضاء تجاري كبير أنه يقوم بخزن مواد غذائية معناه يشريوا بقانتيتي كبيرة ويتزودوا بقانتيتي كبيرة ويخبيوها في فضاءات مخصصة للتخزين ويجب أن نعرف ما هو معناتها المضرب والاحتيكار بش نعرف فما جانب ولا فما جاري هو شو الاحتيكار والمضرب أنك فما مادة أنت تخفيها وما هيش موجودة وما تزودش بها الحرفان تأكل المخزن تأكل المحل تأكل المحل تأكل هذا هذا الاحتكام معناتها أنت فما المواطة كيمشي الفضاء والمحل كيشوف العرض للجدة وما يرجع حد شيء ولكن ترجاها مخفي ولا معناتها ترجاها تمخبي صحيح البضاعة هذه في معناتها مكان ما هوش معناتها ظاهر للعموم شوالغاية هي الغاية سواء معناتها فما اذتراع في تزويد السوق وإلا منشأني في الطرفية في الأفعار هذه معناتها مش نحكو على جريبة الاحتكام وهذا في الفضاء هذه معناها ما كانش عنده البضاعة هذه قد للعموم وكانت مخبيئ وكانت مخبيئ بكميات اللي هي كل مواد مدعمة اللي هي كما قلنا معناتها الفارينة والسميد والسكر والأرز اللي هي تأكلها بها كي تمشي انت الفضاء معناتها تجاري ما يخفوش درجة هذا فيما يتعلق بالقضية سمحني سيجاب السباح الخير وزيد مخبيئ في بلاسة مش موعدة لإستوكاج المواد عادة صحيح صحيح يعني وليس ما يظهر أنه جانب التأخفاء موجود قصدي صحيح هذا كعليش هو احنا مشينا الاحتكار هو لو كان جد معناتها البضاعة موجودة ومتوفرة ولمشي يرجع سي معاش ما احتكار الاحتكار ما يبدأ إلا أنت توقيت في فضاة تجاري ما كاش ترجع للسكر ولا واحد معناتها هداك علي تبدأ الاحتكار ربما إذا كان تمش وترجع السكر وترجع الزيت وترجع واحد ما عادش نحكو على الاحتكار حد ولو ما عادت في المخازن انتعو المحل انتعو ثم بضاع سيجاب ربما نحكو على نقطة اخرى فيما يتعلق بالموضوع فقط بربي اقدم معنا وقفة مع البيب ونرجو ترجمة نانسي قنقر رجعنا باش نحكو على قانون المضاربة والاحتكار والعمليات الاخيرة سيجاب الغنيمي ناطق رسمي بسم المحكمة الابتدائية في سيدي بوزيد فيما يتعلق بالقضية هذه وإلى القضايا الأخرين الكل اللي معناها خدمتوا عليهم في المدة اللي فاتت عمليات ولا فتح الحجوزات ولا الإيقافات ولا فتح أبحاث في قضايا متعلقة بالمضاربة والاحتكار المبنية على عمليات مراقبة ولا بلغات ولا شنية شنو المغ أغلب معناها القضايا هذية كيفاش تم اكتشافها ولهنا معناها إذا كانت قل لي مثلا في فضاء تجاري وفي قضية الحال خاطر ما ثميش البضاعة البرة وتم اكتشافها في مخزن آخر مخبي معناها قاعدة تصير عمليات مراقبة للفضائية التجارية هذية في العرض متاحة البرة في السلاع متاحة البرة ومن بعد يتم الدخول إلى المخازن ولا الفضائية اللي صيفها التخزين ولا كيفاش تصير العملية عمتها هو العمليات متنوع فما بلغات فما شكايات وتشكيات من المواطنين معناها يشو يعني شكاية ولا تبليغ للنيابة عمومية على أساس أنه معناها شخص معين ولا محل معين ولا فضاء معين معناها قاعد يحتكر في مدى من المواد المدعمة نفس الشيء فما بطبيعة الحال أعوان الضابط العدلية معناها أعوان للشرطة والحرص والدوانة ونفس الشيء للمراقبة الاقتصادية وعوان الأقصادين يقوموا بعمليات مراقبة ومعناها عمليات التفتيش بطبيعة الحال كل عملية معناها يتبين أنه احتكار ولا مضاربة يتبين من نياب العومية ون نياب العومية على ظودك بطبيعة الحال تأذن بفتح الأبحاث اللازم العمل بالعقوبات الصادرة في مرسوم المضاربة والاحتكار من وقت ينطلق العمل من تاريخ صدورها في الرائد الرسمي ولا تشمل القضايا والإيقافات والحجوجات التي صارت قبل الصدور المرسوم في الرائد الرسمي هنا باش نوضح هو كنرجو احنا المرسوم عدد 14 المؤرخ في 20 مارس 2022 المرسوم الجديد المرسوم عدد 14 يحكي يقع العمل بهذا المرسوم من تاريخ نشر بالرائد الرسمي من تاريخ نشر بالرائد الرسمي وبالتالي يقع التنفيذ هو أثر فور اكتشافه بعد دخول المرسوم حيز التنفيذ يقع تطبيق العقوبات جديدة بالنسبة لل كما قضية الحال معناها معناها تم إيقافه وإلا حجز بضاعة بتاريخ 22 مارس باش لكلهم يتحالوا على القانون هذي على القانون الجديد يعني جاء بعد معناها دخول المرسوم حيز النفاذ بالنسبة للقضايا اللي صار تقبل دخول المرسوم حيز النفاذ هذه كما قلت تنشر هو نهار عشرين مارس هذي كل تخذ عليه القانون القديم اللي هو قانون اللي هو روبه وش ما تلغاش في بعض حكام واللي هو قانون هذي تبقى خاض للقانون تاع الفين وخمستاش بالنسبة فما حاجة أخرى اي شو معناها القاضي مخير انه ي لا عدم الرجعي كما قلت عدم نجعية القوانين اللي كيكون يصالح للسين والتطبيق الآن للقوانين الجديدة من منذ سدولها لأن هذا أثر الفور موجود للمرسوم من تاريخ نشر وبالنسبة للسابقة هذه تخضع للقانون تاع 15-9-2015 المتعلقة بالمنفسة والأسعار وهي مغلب القضايا تقريبا والإيقافات الكبيرة التي صارت صارت تقبل صدور المرسوم هذي معناها ظهر أنا من قولوش إيقافات كبيرة ولا صغيرة خطر طمبك الحملة هذية والإيقافات صارت تقبل المرسوم هو القانون هو القاضي ومعناها النياب العومية تطبق القانون اللي هو معناها ساري المرسوم وقبل معناها صدور المرسوم كان عامة قانون 15 9 2015 المتعلق بعض تنظيم المنافسة والأسعار وعامة المرسوم عدد 20 2020 اللي خراج بمناسبة الوابان الكورونا هذي النصوص اللي كانت معناها موجودة وبالتالي ملزم القاضي باشي طبقها تابع مدام خراج القانون جديد اللي هو المرسوم هذا عدد 14 من من تاريخ ملتها ناشر يقع تطبيق بالسوم هذا وهو يمكن زاد أستاذ جاب لو سمجان بلضعي في القوالين كذلك تخلي ممكن تنقص الجريمة طبيعا جدا هو مع سجان بالردع يعد وضور باش معين نقص ولا يحد ولا يقلص من الجريمة واضح شكرا لك يعطيك صح سي جاب الأغني من تقرسم بس المحكمة الابتدائية في سيدي بوزيد على كل هذه التوضيحات إن شاء الله يارب يكون على الأقل حتى ما هو يقول لك ساعات الخوف حتى التخويف فقط والتهديد فقط ينجم على الأقل كما قلت يكون جانب ردعي أكثر منه حتى مبعد في عملية التطبيق القوانين هذية كي تسمع بالأحكام كيفش نجم توصل تكون من جاية من المدخول المضاربة والمحاكمة المضاربة والاحتكار كيف زد بقية العقوبات الحرمين من حقوق المدنية هذي الكل يخلي على الأقل يخوف هو القوانين دائما يجب أنه تنشر لأنه بعد مثال قانون كان قبل يزدر فيما يسنو بالشعب من بعد يختم الرئيس الجمهورية وبعد الختم النشر سنو عمد الشي أحنا كي قليلا صغير يقول ينو 4 24 ساعة بعد وليت نهار تطبق الاشهار هو ضروري عليش ختم مبدأ عام في مجلة عقود والتزام يقول لا يضر الإنسان بجهة للقوالين ما جيش واحد يقول كابش عاق وكذات قول لان في بريش بي قانون قول لك الظرف فلاق دراسمي مفروض تكفير في برك به نون نس 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 عمد 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 خلاج دراسمي ووسائل اللي ما حكيت عليه وبالتالي القانون ينفذ لا يجيش إنسان يقول لا من في بريش قلو لقانون صدر وتم نشر فلاق الرسمي ومدام الجديدة الرسمية للجمهورية التنصية تصدر فيها تصدر يومين ثلاثة والجمعة والقانون لاحظت أن تصدر نهارتين في العائد الرسمي معناها القانون هذا يعني شو قدقوا من قليل خلاج معناها ملسو زراء ومن غدوة من غدوة في الرائد الرسمي ها هذي تطبق المبدأ وانو التطبيق الفولي للقوانين الجديدة على الأفعال التي أتت بعد هذي قوانين قلت لك مبدأ عدم العجعية لقوانين لأنه ليس لها اكتي فيتي دلواء مبدأ كذلك يقرأ القانون إلا كتبدأ لصالح الإنسان يقول لك ها بشتعمل قانون جديد وعنده أثر رجعي أما هو ليصالح كنت أما في العقوبات لا ما تجمش معناها تجي إنسان تعاقب كما قالك بمقتضى قانون عام 2015 وإلا اللي خليها بوقتها تفكر ووقتها فوض صلاحياته التشريعية البرلمان إلى السيد إليسر فخفيخ واتخذ أجراءات في إذنة بدأ أجراءات تطبق هذيك ما يجيش إنسان شديد واتي تعاو تلاس جمعات وتقول يتطبق عليك قانون جديد لا حتى حتى الوحامين تنتلاق رفعال متقبة أما توا كما قالك إذا كان لاحظت أنت ما يفيد شبهات ولا غيره تمشي النيابة العمومية وهي لتكيف تقول حيلو حيلو بحال تراحل وحال بحال إيقاف وبعد تكيف تقول هذا يدخل تحت الفصل كذا وكذا من المرسوم مثلا رد 14 ولا غيره اليوم الجانب الرد إلى مهم جدا النشر القوانين وتبدأ فيها في مساء معينة تخلي وأنه يخم ملتين واليوم توسعت المسألة حتى الكل متعاون ولا كل من يدعو إنسان يجي يقول يا ناس يقاطع ولا عملوا كذا وكذا رو القانون ينجب معاقبك عليه ولا شوفير يقول لا أنا خاطيني أنا شوفير ما عرفش فيه كمين يقول لا أنت بشي يوقفوك دوليات فالثنية والدوليات أنت عندك فاتورات والفاتورات يجب تكون مطلعة لها ما تقول أنا ما عندك أنت بشتعرف وهذا يخلي حتى القانون ضيق حتى بعض الناس يقول يا أخويا جيش تعملي من المستير بش البنجرداني يقول 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 وقتها لو إذا كان هذية فيه مضربات لو يش تبق عليك فوصول هي مشدة حتى داخل المرسوم نفسه لأنه حق الجين بنتعي لو مهم القوانين يقول القانون يقر يسمح ويمنع هذية معناها العادة القوانين هي في التعريف التي يقرأ وكل الناس يقرأ حتى على المستوى القانون القديم المعمول به قبل المرسوم هذية يبدو أنه ثم تشديد في تطبيق القانون على خطر توكين نرجع القضية هذية مع رئيس الغرفة النقابية لأصحاب المخبز العصرية في ريينة التي تحكم عليه ثلاثة شهور أو عشر ملايين خطيئة ثلاثة شهور المرة التي فتت معناها مع الحديث ثلاثة شهور والخطيئ والخطيئ معناها الثلاثة شهور هي في أقصى العقوبات ولي كانت موجودة يبدو أنه حتى مع الدعوة وزيرة العادل في الفترة الأخيرة للنيابة العمومية في ضرورة اليوم تركيز على القضايا وتشديد العقوبات يبدو أنه حتى في تطبيق القضايا تخلصنا وقتها محكمة ومالنوبة وقاتلنا في حالة وقت العود وغيره من الأول يخو ثلثي يخو خمس وغيره لكن على ما يبدو ولك دولة النيابة العمومية عليك هو موجود يقول لك أن النيابة العمومية تجسد السرياسة الجزائية للدولة توكان الناس تبدأ تطلب في المياه وتعمل كذا تجب تأخو قوانين تقول أسبع اللي يضرب المياه ولا يحاول يسمم المياه ولا يحاول يبدد المياه لو يشدد العقوبة الدولة عندها مساءل أساسية تبشي فيها أنت وكذلك من المتطلبات مواجهين القوى والوجدان العام والمجتمع يعني أنت الوالي لو توا ينجم يخو إجراءات حتى بيش موجودة في القانون الوالي بمقتضى نظام العام بمقتضى النظام العام اللي هو تعرفه لا شكوريتي النظافة والهدوء والأمن ينجم يخو إجراءات يقول لك كيف ملع الجمهور يقول لك يقول لك قضية أمن العام يعني محضريني مولوتوف ينجم يخو إجراءات تشكي بيه أنت يخلو يطبق أنت لقم من أمن العام وثبه من الأمن العام الاقتصادي معناها اللغة ويكونومية هذيك عادة من أخسر الأشياء لأنه الناس في مثال الاقتصاد شفنا حتى في أوروبا غيره شفنا معناها ديسان وين عباد تصدم تفك صلاعة خاصة في بداية الكوفيد الأول تعمل يعني الناس قدام الماكلة وقدام اللحم تاحم وقدام البابي يجينيك في أوروبا والماء وحاجات كما هاك ما يخرجوا من سينتهم ولو الزرب ولو معناها يتنافسوا فيما بينهم هذي كانش حتى في المرسوم هذية السوفيين معناها ثم العقوبات للناس اللي تنجمت تثير البلبلة فيما يتعلق بالأمن الغذائي معناها تنشر معلومة متعلقة بغلطة بطبيعة متعلقة باختفاء مواد غذائية معينة اللي هذي نجم يعمل لهفة كبيرة ونجم وتظهر اللي صار الكله مربوط بالإشاعة هو الحق مش متقد بالنشر لما يقول لك معناها كافة وسائل استعمال معناها معلومات من شأنها وأنها تحصل عباد وأنها تعمل احتكال ولا تعمل كذا معناها معلومات غالطة يجب أن تكونوا فيها جانب قصدي أما كان يجاي إنسان يقول يا جماعة يظهر لسناء يكتب مقال ويقول يا جماعة لو سمى مشكلة ويمكن معناش يقبح وشعير ما نجموش يحلوه بيانسير بيانسير أذيك التحليل أما إذا كان النية باش تقول للعباد أسمع له وما كمش تكلوا الخبز وش يجاي فوقوا من جويلية حتى الأكتوبر وبدأوا لموسمي تطور ودب بلاسك وذراع كعليف وغيره وتخلزها في مواقع سواسط التماعي ولا تعمل حاجات كهكا ولا غيره ينجم عقبوك إذا كان تم علاقة سببية بين تذيك الاحتكال اللي يبقع واللي صار بعد حدائف صارت من بعد معنا القانون الحق مشدد بشكل رهيب مشددوا مبني على الحيثية انت شوف الجمعة هالي احنا بسيكولوجيين كما جمعني فتك في حكاية الفارينة والروز وحكاية من الشيء كيف كيف البرحة أنا شفت ثم ماركة معينة بشيز من سمينها يبرحوا على بعض برب يجي ضعوا عن الفارينة يجي وخذوا وكهو لأنه شوف البدع لو عنده قيمة والتونسي كيتمسوا في قوت صغاره وتمسوا في خبزه ثمان سنين لو عندهوش حتى بسكوليت يمشي يقضي ماكل لونتش الفاس ولا ملعطار اللي عنده في الحومة كيما يلقاش يقعد ميكلو الشر وشمنطر ثمانيس بالإكزامبل طوي في القسرين في الأزراب هذين بتاع بيب زرقاج يقول لك ثمان مزودين عملوها بنا ثمانيس عيشوا في الجبال وناس تعيش معناه في الغابات وناس تعيش في قراء متناثلة في مناطق شاسعة يقول لك لو أنا المزود وقلي ما يعطي ليش كيفاش بش رامل بشن طيب ما كنتي نعمل لحتب طوي نلع للجذرة ولحتب كيما كانوا قبل وشفت ليش يتشكيه وشفت ما قال لبالح باريزامبل في القسرين حاول المسألة هذي يقول لك يا أخي المزودين طوي كي قالوا هم أقوى من الدولة ولا الدولة أقوى من المزودين ولا الدولة تخليت على الدولة يعني يسمى الناس له مسألة حياتية بالنسبة لهم يعني بشي طيب الكسرة بتاعه بشعمل الجليت متاع ولاده بشعمل كذا مسألة حياتية اللي كما قاش بشي واكل ولده المثال على المكلمة يقول الجوع كافر إنسان كي جوع وجوع ولده لو يخرج من صينته فهمتي ما معادش يولي فك يولي يعمل ما ينجمش يشوف ولده وقدامه قال يتألمه لما تقاش حليب لتفره صغير لتفره صغير ما أنا عمره ست شهره ما تقاش بش سعتيه لحليب بشتابل لو أنت عمره عام إنسان يزميق حلول وتشوفتي حتى في المناطق الحدودية ساعات يصبحوا بأنوا يزودوا بعضهم المناطق الحدودية ما بين جوز بلدين لا ليشي اللي بشي حلوا مشاكل متاع الجار وعدتان طيب هنكتبشي سيقي سيديوس نعرف هن السيقي بلاد كبيرة ويقول لك هاي الجزائر وهاي وهي تونس يعني بيناتهم مثلا ماشي حتى ليدو يعني هاك هاك هذيك البوتو ذاك الجزائر والشجرة هذيك التونس بلتالي العباد يوليوا تساهلوا بع بعضهم والأمل يخليهم لأنه الأول حاجة يحب الإنسان في حياته هو الأمن والأمان وكذلك حتى البيلاميد مثلث مصلو يحكي لك على الإنسان حتى لا يكلش كما يشربش مشاه معناها يموت يموت بالشر أمراض تكبر حاجاتك بهاك على هذا المستوى أنا نراه سام جانب ردعي كبير جدا في هذا القوانين ومصلحة التونس وأنه مش كما البعض قاعدين يشاهروا بهذه القوانين هذه القوانين لا هي متاع قيس صعيد لا هي متاع الحكومة هذه قوانين متاع الشعب التونسي في الاحتكار وفي المضاربة وفي تجويع الشعب التونسي هذه معركة الشعب التونسي ما هيش معركة أي مسؤول شئة الأقدار وأنه اليس الفخفاخ عمل إجراءات مهمة جدا عام 2020 وقته فوضلوا البرلمان في حالة عدم إمكانية الالتقاء وقتها ثم تتذكر الحظر الأول العشرين شهرين عمل قوانين كما هك والآن في الظرف هذية تعاملت قوانين أخرى وثم عديد البلدان ينسجعنا من ورنا الجزائر بدأوا من العام اللي فات وكادت أتت أكلها لأنه نقلة في صحافة الجزائرية وأنه الجرائيات اللي خذوها تشبه للجرائيات اللي عنا أحنا بل أقوى أحيانا أتت أكلها على مستوى تزويد السوق بعديد المواد ونقوله للعباد يخي أربح أنت عندك الحق بش تربح تبيع التماتل تبيع الفايلينة تبيع السكر أربح أما ما تحتكلش ما تخبيش وخاصة أنك تخبي وجانب قصدي وتخبي عن مواطنين بتاعك وتجوع فيهم وتخرق في مشاكل بين لعباد هذيك معناها تولي سما جانب قصدي وجانب أجرامي ويجب أن يعاقب الإنسان أنت لاخن من هذا وبالله يبعدوا على اللبح السهل لو ثمانية سينا بحو مليار دوات ومن بعد حطلوا بحذيه تارجين ما يجمشي على خطر هو وكله أمراض وغيره كان يكل تارجين هذيك يبيت في المرستان دونك سيب عليكم الحكاية لكل حاولوا وأنكم رزقكم عندك الحق وشترك وعندك حق تعمل تجار وغيره لكن مش اللبح السهل والهو خاصة على حساب غيرك بيعرق وبدم غيرك ما يجيش وإن شاء الله القوانين توا موجودة قوانين والتشريعات موجودة إن شاء الله فقط يتم تطبيقها على أكمل وجه مثل تقعد لنشكل اللي عوينا اللي شايفت وعينها ما شايفتش وإلا كل التساهل وإلا كل الرشوة من هنا وهناك إن شاء الله يا ربي يتطبق القانون كيف ما يلزم وما تقعد لنش حمالات مراقبة ومتابعة ومحاسبة ظرفية ولا مناسبتية فقط موزيكا نرجع